أسأل حضرتك مصادر السعادة يمكن أن أستاذ مينا ذكر لنا أكتر من حاجة بتخلي الإنسان فعلا يحس بسعادة حقيقية فمصادر السعادة ممكن تقولين أنا مش هبعد برضو عن التطويبات التطويبات التسعة طوبة للمساكين بالروح يعني يا لسعادة الحاسس أنه ضعيف ومحتاج فده مصدر من مصادر السعادة أن أنا أحس دايما أن أنا محتاج طوبة للحزانة يقصد بهم كمان الحال البشر أنا صعبان علي البلد صعبان علي الدنيا صعبان علي الناس اللي بتاكل في بعض صعبان علي الفساد فبقى حزين فبيقول يا لسعادة اللي بيبقى حزين طبعا خروج برا كمان بيتكلم عن الحزن على الخطيئة الإنسان لما يكون حزين على الخطيئة دي يا ساعدته فده مصدر من مصادر السعادة طوبة للودعاء الودعاء دول هم مش بصين على نفسهم خالص بصين على الآخر مش بيجبصين على مصالحهم فيقول لأنهم يارثون الأرض يعني ربنا بديهم نعمة غير مستحقة ومش بتاعتهم يارثوا يعني ويرس كده فده اللي بيدي سعادة طوبة الأنقية القلب اللي قلبه نقي وبينقي نفسه للمتواضع فكل ده اللي بيدي سعادة دي مصادر السعادة في تطويبات في طوبة للسالكين بالكمال طوبة للحفظين الشريعة طوبة يعني كل دي مصادر صانع السلام طوبة لصانع السلام وده يخص العلاقات ففي تطويبات كتير طوبة للجيع والعطاش إلى البر اللي حاسس أنه محبط ومحتاج ربنا وعايز ربنا وجعان وعطشان العلاقة مستمرة مع ربنا كل دي مصادر سعادة كتاب نفسه سيد المسيح نفسه على الموعزة قال أنه يعني كأن السعادة دي حق من الحقوق وأنا لازم أتمسك به بس دي المصادر بتاعته ترى السعادة بتبقى في الأخذ أكتر ولا في العطاء هو قال طوبة للودعاء الودعاء دول هما زي جاية من كلمة الوديعة اللي بيحط وديعة أو بيسلم حياته كلها تحت رجلين ربنا حتى يقول كده أحد الآباء افتح يدك فتشبع نفسك يعني لما افتح إيدي إيدي آه يعني اللي في إيدي وأنا مسكه بفتح إيدي نفسي هتشبع فطبعا مغبوط العطاء طبعا أكثر من الأس طبعا لا والإنسان نفسه لما بيدي ويحس اللي قدامه سعيد متهالي دي سعادة لا توصف أكتر بكتير ما لو هو أخد يعني فرحتنا الحقيقية لما بنرسم البهجة والسعادة والسرور على على وشوش اللي حوالينا ده حقيقي وده يعني خليني أقول أن السعادة هي الإثمار يعني لو تخيلنا شجرة بتشرب من الأرض وبتتغزى من التربة وكبرت وطلعت ثمر فده دي السعادة أو ده النجاح وده تحقيق الزات فتحقيق الزات وسعادتي هي أن أنا أطلع ثمر والثمر ده مش ليا ثمر ده للآخر فهو ده السعادة أن أنا أبقى مثمر وده عكس المتعة خالص أو السمر ده مش ليا ده للآخر بالضبط الشجرة أنا عمري ما فيه شجرة قالت السمرة دي بتاعتي سحيح هي بتطلع ثمر وده بيبقى هو ده النمو وده النطج الحقيقي أن أنا أطلع ثمر فإحنا ممكن نهاردة حتى كمان نقول أن السعادة هي الإثمار أن أنا حياتي منتجة عايش بمعنى مش بدور عن اللزة بدور عن المعنى والسعادة عكس اللزة والمتعة المتعة باخد السعادة بدي السعادة جاية من جوه حتى يقول كده في أمثال القلب الفرحان يجعل الوجه طلق يعني السعادة جاية من جوه جاية من القلب جاية من الفكر فبتطلع بره تثمر الناس وتغذيهم وتشبحهم لك للمتعة بخدها من بره تشبعني أنا من جوه وده الفرق ما بين السعادة والمتعة